وزير التعليم يعلن نظام الدراسة للعام الدراسي الجديد مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولم حضراتكم من جديد تحدث الدكتور طارق شوئي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن ملامح السنة الجديدة في منظومة التعليم فذكر أنها محور حديث العالم وقال أن عندنا وإحنا بنصمم شكل العام الدراسي الجديد لم يتبلور بعد بالكامل بس فيه أدوات كتيرة جدا حنستخدمها وضح أن الوزارة ستضطر لاستخدام نموذج من التعليم المدمج اللي هو فيه جزء وجه الواجه وفيه جزء لاستخدام التعليم عن بعد وده لا ينطبق على كل الأعمار وزير التربية والتعليم صرح أن الصفوف من كي جي وان لحد تلت ابتدائي لازم يحضروا كل يوم لأنهم في حاجة إلى التعامل مع المدرس ولا يجب التعليم عن بعد مع هذه الفئة العمرية بينما الطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى السادس الابتدائي وكذلك طلاب العداري والسنوي من الممكن التعامل مع هذه المجموعة بأشكال تناسب فئتهم العمرية وتابع أن الطلبة اللي في سنوي دول مجموعة عندهم أدوات زي التابلت والفصول مجهزة وأنهم أكبر سنا وعندهم مراجع وكذا حضرهم سيكون أقل كتير ممكن يبقى يومين في الأسبوع بس ده مشكلام نهائي أما بنسبة لطلب تعدالي فحيكون حضرهم بعض الأيام في الأسبوع وبعض الأيام الأخرى حيكون من المنزل أما الصفوف من الرابع للسادس الابتدائي حيكون حضرهم بالمدارس معظم أيام الأسبوع معدى يوم واحد فقط وعن كسافة الفصل في المدرسة صرح وزير التربية والتعليم وقال مش عايزين فصل يزيد فيه عدد الطلبة عن المسافات الأمنة أي أن كان كسافة الفصل ده مسألة رياضية بنوزع الطلبة على الفراغات الموجودة في المدرسة والأيام بشكل يختلف من مدرسة لمدرسة لأن كل مدرسة الجغرافية بتاعتها مختلفة ممكن تبقى مدرسة ابتدائي وبس أو ابتدائي وعداري ده مسألة صعبة جدا واللي بتعمله الوزارة دلوقتي عملية ضخمة جدا على مستوى 60 ألف مدرسة بنحاول لكل مدرسة من 60 ألف أن نعيد توزيع الأولاد والحصص والفراغات بحيث أن نخرج بنتيجة أن ما فيش أي فصل يزيد فيه عدد الطلاب عن 20 طالب في النهاية شكرا لك عزيزي المشاهد ويريد لو عجبك الفيديو تضغط لايك أما لو كنت بشهادنا الأول مرة اشترك معنا في القناة وفعل خاصية الجرس ليصلك إشعار بكل أخبارنا الجديدة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة